السلام عليكم متابعين الكرام يهلا ومرحبا فيكم اليوم عنا شفيت اخبار سياسية منها داخلية ومنها خارجية ومنها بتعلق بالسوري العايش بتركيا اخبار كتير مهمة بحلقة اليوم وعنا سؤال كتير مهم من احد متابعي قناة سما سبورت يا هل ترى سوريا جاهزة لاستقبال اللاجئين كلها التفاصيل رح نحكيها بحلقة اليوم بتمنى ازا عجبكم الفيديو اشتركوا معنا بالقناة وضغطونا على الزر اللايك الخبر اول اصدقائي المتابعين بتعلق باللاجئين الشوريين بتركيا انا بسميهم الشوريين بتركيا هني ما اللاجئين اللاجئ اللي مد ايدو بياخد معونات اللاجئ اللي بكون بالمخيمات اللاجئ اللي الناس بتساعده اما الشوريين انا واحد منهم بتركيا مثلي مثل اي مواطن تركي عندي شغل عندي دوام عندي دفع فواتير كهرباء مي نيت اجار بيت و الى اخره انا باعتبر حالي مواطن عايش بتركيا والخبر عمى شكل التالي عضو الهيئة السياسية لمنسق مجموعة العمال اللاجئين في الاتلاف الوطني السوري احمد بكورة حزمة جديدة من الاجراءات المنظمة للتواجد الاجانب والشوريين في تركيا سيتم اعلان عنها خلال ايام قليلة القادمة تهدف هذه الاجراءات الى تحسين المكانة القانونية للاجانب والتسهيل لنهاية الجزئية للمرحلة الصحبة هاي امور روتينية وقامية عبيل لك السوريين والاجانب اي اجنبي متواجد على اراضي تركيا رح يكون في تسهيلات قادمة من زونة العمل من القوانين اللي رح تكون لصالح المواطن السوري او الاجنبي اللي عايش بتركيا وهي الاجراءات حسب ما صرح به احمد بكورة عضو في هيئة السياسية بالاعتلاف الوطني السوري خلال ايام قادمة ونحن بالفعل من فترة طويلة عم نسمع انه فيه اجراءات جديدة وبطاقة زرقاء وما بعرف شو من كل هالكلام على اساس خلال ايام قادمة رح بنشوف فيه تحسن بالنسبة للاجانب المقيمين في تركيا واما الخبر التاني يا شوف عن القوات التحالف الدولية بسوريا شفنا خلال الايام الماضية فيه تعزيزات كتير قوية الخبر على شكل التالي استخدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية جديدة الى قواعدها المنتشرة في محافظة الحسكة وشمال شرق سوريا وقالت وكات الانضوة التركية ان القوات الامريكية استخدمت اربعين آلية مينهم مدرعات عسكرية الى سوريا دخلت من معبر الوليد الحدودي القادم من العرب هاي الاجراءات كمان شفنا عساس خلال مثل ما صرح به الاخبار اوكالة الاناضول انه اكتر من اربعين آلية عسكرية والعديد من الجنود المتواجدين بسوريا طبعا يعني التحالف الدولي مرة بنسمع انه رح يغادر مرة بنشوف انه ضالل ومرة بنشوف انه جاب تعزيزات الى اخره فهاي التعزيزات لمين ليش دخلت على سوريا يا هل ترى رح تحارب مين الله واعلم خلال ايام القادمة رح بنشوف كل التفاصيل عن هذا الوضع اما الخبر التالك يا شباب فيه تفاصيل سمعت من جهات انا ماني واثق منه ولكن قيل عن قال الخبر على شكل تالي وفات فاروق الشرع نائب السابق لرئيس سوريا طبعا شفنا انتهاء مسيرته قد يكون بالسياسة من بعد حرب سوريا بالالفين والعشر شفنا فاروق الشرع اخد طريق لحاله او منح لحاله لا كان مع الدولة السورية ولا كان مع المعارضة ولا حتى غادر البلد ظل بمكانه بسوريا يعني من النواضر يمكن مرة او مرتين شفناه سمعنا عنه خبر اليوم عم نشوف وفات فاروق الشرع ولكن ما اعلنوا عنه بشكل رسمي الا بعض الصحف الداخلية او قناة الحدث اللي صرحت به اول الناس انه انه وفات فاروق الشرع هون كتير انتشرت من الاخبار يا شباب على زمة الراوي انا ما دخلني تمام يا شباب حسب بعض القنوات اليوتيوب اغتيال تلو الاغتيال السؤال اللي طرح نفسه وشايفين عنوان الفيديو من هو التاني او التالي تمام يا شباب هذا الخبر انا اعبطيك يا كيل عن خال لا تقضوا مني غير الكذب اوكي شفنا خلال فترات السابقة اعلان عن اصابة السيدة الاولى اسمال الاسد بمرض الخبيث من بعدها اغتيال احد المسؤولين من بعدها اغتيال ايضا لون الشبل حسب ما عيصرحوا به الاعلام اوكي انا مثل ما بقول مثل ناقل الكفر ليس بكافر اوكي يا شباب اوكي ايضا شفنا وفاة او اغتيال براء القاتل ترجي عراب الاقتصاد السوري هون يعني بلشنا نشوف الاخبار يا هل ترى هل الاغتيال القادم رح ينال الرئيس الاسد هذا السؤال مطروح بقوة وعم يدوله كتير من القنوات والصفحات المعارضة هل باتت نهاية الاسد قريبة الله اعلم انا عبر طيق خبر منتشر بشكل كتير كبير على السوشال ميديا عبر قنوات يعني انا ما رح اسمي القنوات اغتيال الاسد هل رح يكون العنوان القادم للصحف والاخبار الله اعلم واما الخبر الاخير يا شباب عن احد متابعي القناة كتاب لي تعليق على الشكل التالي ومثل ما شاهدين على الشاشة يا اصدقائي التعليق من الاخ ماجد ماجد وين عايش شو اسمه شو كنيته ما معرف ولكن سؤالي هل سوريا جاهزة لاستقبال اللاجئين من تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر جاهزة للسكن هل يوجد خبز كافي ماء دواء مشافي مدارس ولا الشغلة بس يرجع اتمنى ان يرجع السورين الى اعمار سوريا ولكن هل الدولة جاهزة هذا سؤال مطروح مني ومن ملايين السوريين المقيمين خارج سوريا سؤال مطروح بقوة يا هل ترى هل الدولة السورية جاهزة لاستقبال الاعداد الكبيرة من اللاجئين مثل ما اعترحها الاخ هذا السؤال مشافي مدارس كهرباء ماء انا ابن مدينة حرب والحي اللي كنت ساكن فيه قبل 2011 تقريبا كان بحدود اكتر من 200 الف نسمة ساكنين بحي من احياء الشعبية المتواضعة 200 الف نسمة تقريبا حاليا توصلني فيديوهات وتوصلني اخبار على السكان الموجودين قليل وقليل جدا الزبدة هاي المناطق فيها جزء كتير كبير من الدمار طب انا اذا رجعت لهالمنطقة على اي اساس ممكن ابرك هذا حال الاف السوري فقط هذا عنوان واضح وصريح حال سوريا جاهزة لاستقبال اللاجئين ومثل ما شافين بعنوان الفيديو اغتيال اسد اتمنى ما حدا يسيء بالتعليقات يا شباب انه هاي الاخبار منتشرة بشكل كتير كبير على السوشال ميديا تظلوا بخير السلام عليكم ورحمة الله